شاركت المملكة العربية السعودية في المؤتمر الدولي بشأن مقاومة تغيير المناخ في باكستان وفدين ترأسه سعادة المندوبة الدائم للمملكة العربية السعودية بجنيف وذلك امتداداً لجهودها في مجال العمل الإنساني والإغاثي كما خاطب المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي دعا المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الباكستاني انطلاقاً من قيم المملكة العربية السعودية الإغاثية والإنسانية وجهودها المبذولة لرفع المعاناة عن الشعوب المتضررة بدرت المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإطلاق جسر جوي لإرسال المساعدات الإنسانية لمتضرري الفيضانات في باكستان وناشدت المملكة عبر مندوبها الدائم في جونيف الدول الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة بالإطلاع بمسؤولياتها وفقاً للمبادئ والآليات المتفق عليها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيير المناخي واتفاقية باريس واكدة أن أي طرح يتصل بالتغيير المناخي يجب معالجته في إطار هاتين الاتفاقيتين جاءت مشاركة المملكة العربية السعودية في المؤتمر الدولي الإنساني لدعم باكستان إنعكاساً على جهودها الإنسانية وبوصفها من أكبر الدول المانحة طه يوسف حسن قناة الإخبارية الأمم المتحدة جونيف